في مساعد جدة من السلطات وبعد نحو عقدين على إنشائه أخيرا خور المكلة أشهر معالم المدينة وواجهتها السياحية يوشك على التعافي من خلال هذا تدخل الطارة لصيانة جسري المشاة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر أتلاف الخير للإغاثة الإنسانية العمل استغرق تقريبا حوالي ثلاثة شهور الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 260 ألف دولار عبر المقاول شركة بالبحث المشروع هو يستهدف إعادة تأهيل الجسور بما في ذلك الهيكل المعدني بما في ذلك الإنارة لا يمثل الجسران إطارا جماليا فحسب بل شريان لاغنا عنه بين شرق المدينة وغربها وبفعل تعرضهما للتهالك بات المشات في خطر داهم وبالتوازي مع أعمال إنقاذ الجسرين من التداعي يقود صندوق النظافة والتحصين بالساحل مشروعا لصيانة ممرات الخور ورصفها وتجديد السياج الحديدي علاوة على إزالة العشوائيات المستحدثة وإعادة هيكلتها بموجب المعايير الرسمية بعد ما تعرض الخور لإهمال مدد السنوات بدأنا بإعادة تأهيل إعادة تأهيل للخور كامل من الرانق ومن أرضيات الإنترلوك من أشياء كثيرة باعتباره متنفس باعتباره مرفأ سياحي لليمن عامة والحضرموت خاصة ضمن خطط التعافي أيضا تجري العناية بالمساحات الخضراء على ضفاف الخور بتهيئة مواقع أحواض التشيير وإصلاح قنوات الري إعادة تأهيل المرحلة الأولى من الخور يزامنها في الحين عينه إعمار المرحلة الثانية منه بمستوى إنجاز يراوح الأربعين بالمياه وبميزانية إجمالية تشارف الأربعة وعشرين مليون دولار على نفقة السلطة المحلية ومن شأنها أن تسهم في إبراز جمال العاصمة واعتماد مسارات جديدة لتقليص حدة الزحام محمد عمر قناة بلقيس المكلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر